السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم الزبدة أو الخلاصة اللي بديها تكون رازخة بأزهان الجميع بعد انتهاء هذا الفيديو هن النقطين النقطة الأولى أنا ما في عندي شي اسمه سكريبت سحرية لأن كل سكريبت أنت بتكتبها هي عبارة عن خلطة سحرية أما النقطة الثانية فلازم يكون ببالك أنه أنا وقت اللي بكتب أي سكريبت في عندي مكون أساسي وفي عندي المكون المكمل للمكون الأساسي فالمكون الأول هو الفكرة لأنه أنا ما فيني أكتب سكريبت لتقوم بوظيفة معينة إذا أنا بالأساس ما بعرف شو هي الوظيفة بعدين بيجي في عندي الأداء اللغة اللي بدي أكتب فيها هاي السكريبت فأنا خليني بحيد لهون شوي لحتى نستعرض النقاط الثلاثة فأنا أول شي مثل ما حكيت لازم يكون في عندي الفكرة أو الموضوع أو الوظيفة اللي بدي أعمل لها السكريبت المعينة بعدين لازم يكون قادر أني أعرف شو هي الأوامر اللي بدي أستخدمها لحتى أكتب هاي السكريبت وبعدين بالمرحلة الثالثة ابتشي عندي اللغة اللي لازم أني أستخدمها أو السكريبتينج لانجوج كيف خطرت على بالي هاي الفكرة لأنه أنا بالفيديو الماضي اللي عملته الأغلب لاحظوا أني استخدمت برنامج مونتاج جديد غير اللي بيستخدمه بالعادة ما استخدمت الكيدي اللايف وإنما استخدمت الدافينشي ريسولف مشكلة النسخة المجانية من الدافينشي ريسولف أنه ما بيتعامل مع ملفات الفيديو اللي بتطلع من الكاميرا عندي أو اللي بيستخدمها أنا وعمالي سجل بالأو بي اس لازم أني أعملها عملية ترانس كودينج أو غيرها من كودك معينة لكودك تانية فهون خطر بالي أنه أنا إذا بدي استخدم هذا البرنامج بشكل مستمر لحتى أعمل عملية المونتاج فلازم يكون في عندي طريقة أني سهل أو خلي أكتب سكريبت معينة هي اللي تعملي عملية الترانس كودينج فأنا كنت مسبقا بعرف أنه لازم أني أستخدم برنامج FFMP-EG لحتى أعمل هاي العملية عملية التحويل من كودك لكودك تاني فإذا الخطوة الأولى اللي عرفتها أنه في عندي برنامج لازم أني أستخدمه الخطوة الثانية هلأ أنا وقت اللي بعمل أي بروجيك معين أي فيديو جديد فأنا كنوع من أنواع الترتيب بحط كل الملفات سواء ملفات الصوت أو ملفات الصورة اللي طالع من الكاميرا أو اللي مسجلها مسجل الشاشة فكلها بحطها بمجلد معين لحتى تكون العملية مرتبة وأعرف أني أرجع لهذه الملفات بالمستقبل فالنقطة الثانية أو الخطوة الثانية بعملية التخطيط للسكريبت اللي عملتها أنه عرفت لازم يكون في عندي كل الملفات الأساسية واللي عمالي قبل لها عملية التحويل موجودة بنفس الملف الخطوة الثالثة كنت بدي أنه يكون اسم الملف الجديد الملف الفيديو الجديد هو مطابق لاسم الملف الأصلي ولكن مع صيغة أو extension مختلفة بهاي الطريقة فأنا بنيت تصور عن شو هي السكريبت أو شو هي النتيجة النهائية اللي بدي أحصل عليها هلأ هون بعد محددت النقاط أو الخطوط العريضة للسكريبت اللي بدي أعملها هلأ صفت عنتي عملية اختيار اللغة اللي بدي أكتب فيها عملية بسيطة أنا إذا كنت بعرف باش بكتبها باش إذا كنت بعرف بايثون رح اكتبها بايثون بس خليني شوف بدي أورجيك السكريبت اللي كتبتها الغاية من الفيديو ما هي أني أورجيك السكريبت أو أني أورجيك كيف أنك تتعلم لغة الباش هلأ أنك تتعلم الباش طبعا هاد أمر مهم إذا أنت كنت بدك تفوت بمجال السكريبتينج بس مثل ما حكيت بالبداية اللي بدي أكتب تاخده من هاد الفيديو أنه أهم من الباش بحد ذاتها هو كيفية تفكيرك أنت لازم تبني تصور أو ترسم بمخيلتك كيف بدك النتيجة النهائية تطلع شو هي الصورة النهائية اللي بدك تحصل على النتيجة من خلالها فخليني شوف أنه مثلا هلأ هاد هو مجلد الفيديو الماضي اللي أنا عملته مثل ما اللي شايف هلأ بهات المجلد أنا لسه في عندي في عندي الملف النهائي اللي رفعته لليوتيوب وفي عندي ملف الصوت اللي ما بدي أقرب عليه وفي عندي الملف اللي رح استعرضه بعد شوي هاد الملف أنا حاطته بس لحتى تكون العملية أسهل وقت اللي بنا نوصل لعملية استعراض أو اختبار السكريبت بحد ذاتها فأنا اللي بدي أعمله عملية التحويل هو الملف الأول والملف الثاني والملف الثالث الملف الثالث أو ملف الـ MKV اللي هو الطالع من تسجيل الشاشة مثل ما حكيت الفكرة الأساسية بالملفات الثلاثة هي استخدام برنامج الـ FFMP-EG فيديو اليوم ما هو عن كيفية استخدام هذا البرنامج لأنه برنامج ضخم أنا شخصيا يعني ما بعرف غير الأمور اللي بتهمني منه أما إذا بدك تفوت بتفاصيله ممكن أنه نخصص له فيديو مستقل فخلينا نشوف أنه لو كان بدي أعمل هاي العملية بشكل يدوي لازم أني أخذ كل ملف على حدى وأعمله عملية التحويل فهذا بحالة الـ FFMP-EG رح تكون عملية بتستهلك وقت كبير لأنه في خيارات لا متناهية والـ Options كبيرة فلازم يكون في عندي الأمر اللي بدي أكتبه من النمط التالي رح يكون FFMP-EG بعدين رح حط Options بعدين رح حط إذا كنت بدي أعمل عملية Hardware Acceleration بدي أحط الـ Input بدي أحط الـ Output بدي أحط شو هو كودك الصوت بدي أحط شو هو كودك الفيديو بدي أحط شو هو الـ Bitrate اللي بدي أستخدمه بدي أحط اسم الفايل الـ Input والـ Output فعملية معقدة لازم أني أخذ هذا الاسم واستبدله بالملف الأول وبعدين استبدله بالملف الثاني ولازم أني أرجع أعملها لكل واحد من هدول الملفات فعملية يعني مضنية فالحل الأمثل أني أكتب السكريبت المعينة هلأ طالما صار عندي ببالي أنا راسم التصور لشو هي الخطوات اللي بدي أعملها بعدين بروح لحتى أني أكتب السكريبت اللي بدي إياها هلأ رح نشوف السكريبت ورح نشرحها خطوة بخطوة فخلينا نشوف شو هي السكريبت اللي أنا كتبتها فبالبداية أنا بدي أحدد إذا كنت اللي ما حكيته أنه كمان بدي هاي السكريبت تكون قادرة أنه تميز أنه أنا بدي أحول من صيغة ملفات الكاميرا لصيغة الـ Davinci Resolve أو بدي أحولها بالعكس من صيغة الـ Davinci Resolve للصيغة اللي بيفهمها اليوتيوب وقت اللي بدي أرفع الفيديو فبالحالة الأولى أنا بدي أخذ كل الملفات اللي موجودة ضمن المجلد الأساسي وحولها لصيغة الـ Davinci Resolve بالحالة الثانية رح يكون في عندي ملف واحد بدي أحوله لصيغة اليوتيوب فأول الشي لازم أني أعمله لازم أني خلي السكريبت تقدر تميز إذا كنت أنا عمالي أتعامل مع مجلد أو مع directory أو عمالي أتعامل مع ملف معين فالصيغة الأساسية أني بالبداية أنا أول الشي حطيت الشيبانك لحتى يعرف أني عمالي أستخدم شيل أني عمالي أستخدم الباش أو عمالي أستخدم الزي أس إتش أو عمالي أستخدم الزي أس إتش فهي اللي موجودة بالسطر الأول عبارة عن الشيبانك إذا كنت بدك تستخدم البايثون رح يكون في إلها صيغة مختلفة بس نحن بحالتنا اليوم عمالنا نستخدم الشيل الافتراضية الموجودة على النظام بعدين هاي السكريبت كيف بدي أستخدمها فأنا حاطت اليوزيش هلأ طبعا إذا ملاحظين أنه السكريبت الأساسية هي عبارة عن عشرة أو 12 سطر ما بتتجاوز هذا الرقم باقي ما تبقى كلها عبارة عن كومنت لحتى تكون العملية إذا حبيت أني أرجع وعدل على هاي السكريبت بالمستقبل لا نفرض أني غيرت الكاميرا أو غيرت برنامج المونتاج فراح يكون في عندي كوديك مختلفة فأنا حاطت بس الكومنت لحتى أعرف شو عماله يعمل كل واحد من هدول الأسطر أو من هاي الأوامر فخلينا نجي لمضمون السكريبت بحد ذاتها فلو شفت أنه أنا بدي أعرف أنه الارجومنت اللي رح تجي بعد اسم بعد السكريبت بحد ذاتها هي عبارة عن ملف ولا مجلد فقلت له فلازم أني استخدم لازم أني استخدم إيف فقلت له إيف وبعدين لحتى قرر شو هو هل هو مجلد أو ديركتري فأنا قلت له ضمن قوة 2 مربعين ماينس دي هاي معناها إن شيك اللي بيشي بعد هات الأوبريتر هل هو إذا كان ديركتري إذا كانت النتيجة هون true فهو رح يعمل لي الأوامر اللي موجودة هون لنهاية الإيف بعدين هلأ رح نرجع له بعدين إذا كان في عندي رح إشي القسم وإلا اللي هي else if بلغة باش اسمها e-l-if اللي هي else if شيك لي كمان ضمن القوة المربعين إذا حطيت الأوبريتر اللي هو ناقص فهذا معناه شيك لي إنه اللي جاي بعد الأوبريتر هل هو file أو ملف إذا كان true فعمل لي الأمر التالي أو البلوك التالي اللي موجود بعد then وبالنهاية fi أو هي end if اللي بتديتها ببداية السكريبت أو ببداية الملف فهي هاي كانت الخطوة الأولى من الخطة اللي أنا رسمتها بالي إني أعرف هل أنا عمالي أتعامل مع ملف أو أتعامل مع مجلد بعدين بعد ما حددت أنه أنا على سبيل المثال عمالي أتعامل مع مجلد فالخطوة الأولى مثل ما حكيت أنه أنا بدي كل المحتويات تكون موجودة ضمن هذا المجلد فاستخدمت أمر من الأوامر اللي عارضتها بالسلسلة اللي عملتها عن أوامر الترمينال فاستخدمت أمر CD لحتى حول للدولار ساين واحد طيب شو معنى الدولار ساين واحد اللي هي الاسم أو أي شي رح يشي بعد اسم السكريبت وقت اللي بحطها بالوقت اللي بحطها بالترمينال أو بالبرومت فأي شي بيجي بعد اسم الترمينال هو الارجومنت بحالتي أنا حاطت بث ارجومنت وحدي إذا كان في عندي أكتر من ارجومنت رح يكون في عندي دولار ساين واحد دولار ساين اثنين دولار ساين تلاتة فهل شي معنى أنه السكريبت بتقبل أكتر من متحول أو أكتر من ارجومنت تقبل واحد اثنين ثلاثة إلخ 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 أنا بحالتي هاي ما في عندي غير ارجومنت واحد هو رح يكون إما مجلد أو ملف بالحال الأولى أنا أحول للمجلد باعتبار أنه النتيجة من السطر الأول كانت تروم طيب بعد ما حولت للمجلد اللي أنا موجودة في ملفات الفيديو اللي بدي أعمله أنه لحتى عندي أكتر من ملف لحتى ما أعقد أكتب الأمر الأخير اللي هو الFFMP إي جي لكل واحد من هون فرح أستخدم حلقة أو لوب بحالة هاي رح أستخدم حلقة فور حلقة فور رح تاخد عندي two arguments رح تاخد عندي بالبداية رح يكون عندي الاسم اللي بدي اختاره أي اسم بيكون أنا هون حاطت حرف i هو عبارة عن لنقول هو عبارة عن عداد فهو رح يبتدي بالملف الأول بعد ما يخلص من الملف الأول بيروح للملف الثاني وهيك لحتى يوصل لآخر ملف وين شو هي هاي الملفات رح يدور ضمن الملفات اللي الاكستنشن تبعها إما .mov أو mkv إشارة النجمة قبل الاكستنشن اللي حتدل أنه ياخد لي كل الملفات بغض بنظر عن شو هو اسم الملف فبهي الطريقة قلت له أنه عمل لي عملية لوب على كل الملفات اللي في إلهاء الصيغة المحددة ضمن القوسين المنحنيين طيب بعد ما قلت له شو هاد الأمر لازم أنه يعمل عملية من الخطوات فقلت له دو شو بده يعمل أول الشي أنا بدي مثل ما حكيت أنه بدي اسم الملف الجديد يكون نفس اسم الملف الأصلي ولكن مع اكستنشن معينة طيب أنا باعتبار أنه في عندي two اكستنشن فلازم أني حدد شو هي الاكستنشن لكل واحد من الملفات الموجودة فرجعت واستخدمت الإيف مرة تانية قلت له if dollar sign i لأنه أنا بالأساس نسمي الملفات اللي بده يدور عليها i فقلت له dollar sign i معناها أنه خود الملف وبعدين قارن اسم هذا الملف ب إذا كان الملف بينتهي ب extension dot m o v فقايل له يساوي يساوي طبعا هاي الصيغة خاصة بالباش إذا كان في عندك شلم اختلفة أو عمالك تستخدم صيغة أو عمالك تستخدم لغة برنجية تانية رح يكون في عندك صيغة مختلفة لكيف بتعمل عملية المقارنة إنما بحالة باش في عندي القوثين المربعين بعدين في عندي الvarable وبعدين بشو عمالي قارن فإذا كانت النتيجة من هاي العملية true أو صحيحة رح قل له then رح أخذ variable جديد هاي الvarable رح اللي بدي استخدمه بعدين رح إيجي هاي الvarable شو بدي أعطي رح أعمل عملية assignment بحيث إنه تكون output اللي رح يجيني من الطرف اليمين هو رح يصير output فهو رح يصير الطرف الأيسر فنحنا حكينا بفيديو بالسلسلة عن أمر base name اللي هو رح يعطيني الاسم بدون extension فأنا شايف هون أنه العملية بحيث ذاتها هي عبارة عن الأوامر اللي أنا أعرفها بس عمالي حطها بملف واحد لحتى ما أكتب الأوامر واحد واحد فمثل ما حكيت عملت عملية assignment للناتج اللي بيطلع عندي من أمر base name وحطيته بمتحول جديد اسمه output فمثل ما حكيت بالبداية شيكت إذا كان هذا الملف .mov .mov إذا لا قلت له else هون باعتبار أنه ما في عندي else ما في عندي عملية تانية بدي ساويها قلت له خلاص else بس روح شيك لي إذا كان الملف هو mkv فأخذ الناتج اللي بيطلع من الطرف اليمين وحطه بالvariable output حطيت نفس الاسم لحتى ما كون مضطر أني أكتب أمرين لل ffmp eg بعد ما خلصت من عملية تحديد شو هي ال extension فنهيت الأمر ال if نهيت اللوب أو نهيت المقارنة أو عملية التحديد إذا أو فقلت له fi هلأ مثل ما حكيت بالنسبة للأسطر التالية هي عبارة بس عن comments فأنا لحتى سهل حياتي حطيت هاي comments بعدين منيجي للقسم الأهم بهذا الأمر ألا وهو عملية ال conversion أو transcoding بحد ذاتها فقلت له ffmpg بعدين أخدت بالنسبة لل input قلت له dollar sign i ليش لأنه أنا بالأساس نسميها i فهو رح يشيك على كل واحد من هدول بعدين رح يعمل عملية transcoding أو conversion بالoptions والcodec اللي أنا بدي إياها بعدين بدي أعطي output اللي هو موجود بنهاية الملف فقلت له إنه حط لي ها بالdirectory أو المجلد اللي أنا بالبداية أمحدده وبعدين رح حط له slash وحط له output مثل ما حكيت output عندي dollar sign output output من وين رح ياخدها رح ياخدها إما من السطر الأول أو من السطر الثاني بالاعتماد على extension اللي حددها فبهي الحالة رح يكون عندي لنقول إنه كنت بالملف الأول اللي هو dss dsc 6009 فهو رح ياخد هذا الاسم رح يعمل عملية transcoding رح يشيل extension ورح يستبدلها ب mlv بس بأحرف lowercase وليس uppercase بس رح يكون مع كودك مختلفة نفس الوضع رح يرطبئ على ملف mkv فأنا كمان هون في عندي ملف mkv فرح ياخد هذا الاسم رح يشيل extension رح يعمل عملية transcoding ورح يستبدل extension mkv وكل هادي الكلام رح يكون ضمن نفس المسار اللي أنا موجود فيه لإني بالأساس بالبداية قلت له انه غير لي لهذا المسار طيب هادي كان القسم الأول من نعم من السكريبت القسم الثاني إذا كنت بدي اتعامل مع ملف واحد فهل رح اجي للقسم الثاني فمثل ما قلت له إذا ما كان هو directory فهو أما إذا كان هو عبارة عن ملف فشو بده يعمل رح قل له أول شي غير لي المسار إذا كان موجود بأي مسار لأنه الفكرة الأساسية أنه كون قادر استخدم هاي السكريبت من أي مكان بدي ها وأضمن أنه النتائج اللي عمالها تطلع منها تكون موجودة بالمسار أو بالمجلد اللي أنا بدي لأنه لو ما حطيت هذا الأمر ونفزت السكريبت رح يكون الملف الجديد رح يحطه بالمسار اللي أنا موجود فيه فلنقول أنه أنا نفزت السكريبت وأنا موجود ضمن مسار الهم فوقت اللي رح يعمل عملية الترانسكودينج فالملف الجديد رح يكون ضمن مسار الهم وليس ضمن المسار أو المجلد اللي أنا موجود فيه فله السبب لازم أني غير المسار للمسار الأصلي فقلت له دير نيم هذا الأمر كمان شفنا بالسلسلة دير نيم رح يعطيني المسار للملف اللي أنا عمالي أتعامل معه طيب شو هو الملف اللي عمالي أتعامل معه اللي هو الارجومنت اللي هلأ رح نشوف كيف نستخدمها بعد ما نخلص نشرح السكريبت فرح قال له عطيني المسار اللي أنا بدي مسار هذا الملف وتحول لي باستخدام LCD طبعا خلينا نلاحظ أنه أنا وقت اللي بدي حط أمر وأعمل عملية أصايمنت أو أربطه بأمر تاني فأنا عمالي حط بالبداية الدولار ساين وبعدين بعد الدولار ساين في عندي قوسين الفتح وإغلاق هذور رح شوفهم موجودين هون مثلا مثل ما اجيت للقسم الأول بالنسبة لعملية الأصايمنت للفاريبل بعد وحطيت إشارة لساوي عندي دولار ساين وبعدين عندي ضمن قوسين الأمر اللي بدي أخذ الناتج تبعه فهي الصيغة رح تشوفها على طول وقت اللي بدك تكتب وقت اللي الدولار ساين بتحط الأمر اللي بدك تعمله عملية التنفيذ بالنسبة للسطر الأخير أو للأمر الأخير ما في داعي لأي عملية لأنه أنا بدي أخذ هات الأوتبوت رح يكون هو الأوتبوت النهائي لالسكريبت بحد ذاتها مالي عمالي استخدمه مع ضمن أو مع متحول ضمن هاي السكريبت فرح نجي فهلأ متل ما قلت حولت للمسار اللي موجود فيه الملف الأصلي بعدين قلت له متل ما حكيت متل ما عملنا من شوي إنه عملت عملية assignment للملف الأصلي لفاريبل جديد اللي رح ياخد اسم الملف الأصلي رح يشيك على extension الموجودة فيه ويرجع لي بس اسم الملف وعملت له assignment للفاريبل اللي اسمه وفايل وبعدين برجع لل FFMP طبعا هون الـ options عندي مختلفة لأنه عملية conversion أو التحويل اللي عمالي أعملها بهذه الخطوة هي عاكس المرحلة الأولى مثل ما حكيت بالمرحلة الأولى عملت عملية تحويل من H-264 لل دابينشي بالخطوة الثانية عمالي أعملها من الدابينشي لل H-264 أو H-265 نحن موضوعنا ما هو الكودكس ولا FFMP بعد ما خلصت من هذا الأمر فشايف قلت له إنه ال-input لهذا الأمر رح يكون هو اسم الملف بحد ذاته وال-output رح يكون الفايل اللي هو بهذه الحالة رح يكون اسم الملف رح يشيل منه ال-extension ورح يحط له ال-extension الجديدة اللي هي MP4 بالأخير بعد ما خلصت قلت له انهيلي ال-if هاي ال-if اللي هي ال-if الأساسية اللي موجودة ببداية الملف طيب هاي كانت كيفية إنك تكتب ال-script بعدين كيف بدي نفزها فأنا رح إجي لازم إني أعملها إذا ما كانت هاي ال-script executable لازم إني أعملها executable فهاي ال-script أنا حافظها بمسار ال-home .local bin مثل ما نشايف اللي اسمها transcode فوين هال-transcode هاي ال-transcode هلا لحتى تحولها ل-executable رح قل له ch-mode plus x وبعدين رح أعطي اسمها .local bin transcode بهذا الشكل صرت قادر أني نفزها هلا أنا إذا بدي نفزها إذا أنا موجود بالمسار الحالي اللي فعليا بدي نفز هاد الأمر فيه أو هاي ال-script رح قل له فأنا هون بدي أعملها رح قل له transcode .sh بعطي space وبعدين بدي أعطي ال-argument اللي هو اللي شفنا اللي كانت dollar sign واحد فأنا موجود بالملف أو بالمسار الفعلي اللي بدي ها فرح قل له نقطة إذا قلت له نقطة رح يعرف إنه هاد مسار هلا إذا ضغطنا enter رح يبتدي بعملية transcoding هلا أنا ما رح كمل بهي العملية لأنه هاي العملية عملية transcoding بتاخد وقت طويل فرح cancelها هلا إذا كنت بدي استخدمها مع فايل معين أنا اللي بدي حوله للصيغة الجديدة أو لصيغة اليوتيوب اللي هو rendered فرح قل له كمان transcode بعدين بدل النقطة رح قل له rendered dot m o v فبهي الحالة رح يعرف أنه هاد عبارة عن ملف ورح يستخدم القسم الثاني اللي هو بالقسم الأسفل ما رح ياخد القسم الأول من هاي script فهلأ هاي العملية كمان رح تاخد وقت طيب هاد في حال أنا كنت موجود بالمسار اللي بدي خليني أحزف هدول الملفات طيب هلأ لو كنت بدي نفزها من أي مكان تاني فرح أرجع للهوم ورح أستخدمها كمان رح قل له transcode dot s ورح أعطي مسار كامل رح قل له mnt data youtube 88 هاي حطيت له اسم المسار رح اضغط enter هلأ إذا جيت خليني افتح تير من هالجديدة هلأ أنا هوم موجود ضمن الهوم دير إذا قلت له ls رح شوف أنه ما عطاني ولا واحد من الملفات اللي بدي آها ولكن لو قلت له ls لل mnt data youtube 88 رح شوف أنه dot move الجديد صار موجود هون هلا خلينا نرجع للتيرمinal الأولانية ونلغي العملية كمان رح استبدل الملف المجلد بملف ورح قل له render هاد إذا قلت له enter واجيت للتيرمinal التانية كمان ضمن الhome لتل له ls شايف أنه ما في عندي render dot mp4 ليش لأنه عماله يعملها ضمن المسار الأساسي بهذا الشكل إذا إذا إنت استوعبت هاي النقطة أنه اللي لازم تخليه بالك بالبداية هو كيف بخطط للسكريبت اللي بدي اكتبها رح تلاقي أنه بعدين الخطوات كلها موجودة بالك أنت بدك يكون في عندك مثل flowchart بزهنك أو تكتبه على ورقة ترسم مخطط أنه بدي الخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة بعدين بتلاقي أنه بتكتب أي سكريبت معينة ووقت اللي بتشوف سكريبت رح تفهمها بدون ما تاخد منك أي مجهود بتمنى أنه يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله